عايزة استعرض محضراتكو برضو هروح للخطابات مرة أخرى نهارده منطقة القاهرة لما بعتت للنادي الأهلي والنادي الأهلي بعت كشف بحضور 25 فرد نستعرض برضو محضراتكو كل الخطابات اللي اتبعتت من اتحاد الكورة منطقة القاهرة للنادي الأهلي والنادي الأهلي كان بيرد ده بالنسبة لمنطقة أو فرع القاهرة يوم 16 خمسة الجواب أو الخطاب اللي بعتوه للأهلي والزمالك علشان يستعجلوا الرد فيه ان كل نادي بعت 25 فرد المسموح لهم بدخول المباراة وده يوم 24 خمسة نروح للخطاب اللي بعديه الخطاب اللي بعديه ده النادي الأهلي النادي الأهلي بعت كشف 25 فرد 25 فرد فيهم يعني هؤل الأسماء سريعة كابتن محسني كابتن زكريا كابتن خالد بيبو يعني ده أبرز الأسماء اللي كانت موجودة النادي الأهلي ماشي بشكل رسمي نروح للجواب اللي بعد كده ده كشف 25 اسم نروح للخطاب اللي بعد كده الخطاب اللي بعد كده موجه من الاتحاد المصري كرة القدم انبارح الجواب ده تبعت أربعة عصرا الساعة أربعة عصرا 24 خمسة مهمة أوي التوقيت ومهمة أوي الساعات اتحاد المصري بيقول للنادي الأهلي في عقوبات عندك على أجهزة فنية العقوبات دي سارية بمعنى النهاردة عندك كابتن عمر أنور عنده إيقاف من مباراة سابقة الإيقاف بتاعه ماشي كانت الإيقاف من يوم حداشر أربعة عشرين واحد وعشرين كانت في مباراة أمبي ده ماشي النهاردة أيضا الكابتن يهاب خميس مندرب حراس مار مفريد ساعة وتسعين عنده إيقاف برضو موقوف كابتن سيد غريب مدير فني ألفين واحد ده برضو موقوف فالنهاردة اتحاده الكرة بيبعت بشكل رسمي للنادي الأهلي علشان الإيقافات اللي عنده علشان المباراة ماينفعش المدربين ده اللي يكونوا موجودين في المباراة ده أربعة عصرا نروح للجواب بقى الكارسي الجواب الكارسي زي ما احنا شافينه ده محضراتكو ده الساعة ستة يوم أربعة وعشرين أو يوم أربعة وعشرين خمسة ده بشأن مباراة الأهلي والزمالك الحاقن لخطابنا بتاريخ ستاشر خمسة عشرين واحد وعشرين بشأن قرار إدارة المسابقات بإقامة مباراة بين الزمالك والأهلي مولي تسعة وتسعين يوم الأربعة الموافق ستة وعشرين خمسة عشرين واحد وعشرين بملعب السكة الحديد قرر الاتحاد عدم إقامة المباراة المسكورة في الموعد المحدد نهاردة تحاد الكرة أنهى الموضوع ده كله بحوالي أربع كلمات قرر الاتحاد عدم إقامة المباراة المسكورة طب إيه اللي حصل يعني إيه اللي حصل النهاردة علشان من الساعة أربعة يوم أربعة وعشرين خمسة للساعة ستة يوم أربعة وعشرين خمسة بعدها بساعتين ألغي المباراة السبب النهاردة علشان ألغي لازم أبعث أقول واحد اتنين ثلاثة بسبب واحد اتنين ثلاثة يبقى النهاردة كمان في الخطوات أنت بتبعتها للأندية طب ايه سبب الالغاء عارفين سبب الالغاء سبب الالغاء ان النهاردة مشاركة سيف فاروق جعفر كانت مع نادي الزمالك لا يحق له المشاركة في مباراة طلاع الجيش والنادي الاهلي بعت لاتحاد الكرة واعترض على هذا الامر وقال هذا المشاركة بطلة والنهاردة انت كاتحاد كرة انت خلفت اللوايح لما بعت للنادي الزمالك خطاب يحق ليه المشاركة للعبين وكنا استعرضنا قبل كده اللايحة بتقول النهاردة لازم واحنا خليباك احنا مش ضد سيف فاروق جعفر او ضد اي لعب ناشئ بالعكس احنا بنتمنى كل الناشئين في الاهلي وزمالك وامبي والموالين كل الاندية وكل الناشئين انها تكون موجودة مع الفريل الاول ان احنا في الاساس برنامج اشبال لبالعكس احنا اللي بننور الطريق للأشبال عشان يكونوا موجودين مع الفريل الاول لكن احنا ضد المخالفة او مخالفة اللواح والقوانين احنا ضد كده ضد ان انا النهاردة افصل لايحة على المزاج هو احنا ضد كده الناد الاهلي داما بيحترم القوانين وبيحترم اللواح علشان كده الناد الاهلي دايما يعني تلاقيه في المقدمة النهاردة حتة مشاركة سيف فاروق جعفر في المناطرات الجيش كانت باطلة ولا يحق له المشاركة الا الاول مباراة الاهلي والزمالك تتلعب ويتواف فيها وبعد كده الاقاف بيتم سيريانه في مع مباراة الفريل الاول انتحاد الكرة خالف الموضوع ده علشان كده مباراة الاهلي والزمالك مش هتتلعب وانا بقول لحضاراتكو المباراة مش هتتلعب علشان انتحاد الكرة خالف اللواح والنادي الأهلي في النهاية والنادي الأهلي في النهاية مش يسيب حقوقه وكله برضو باللواحة